طالب نايب عن تحالف الفتح عباس العطافي في تصريح لقناة زاكروز طالب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الجانب الصيني وتحويلها إلى اتفاقات رسمية منتقدا في الوقت ذاته الاتفاقات التي أبرمها الكاظمي مع الجانب المصري والأردني في وقت سابق وبينا أن زيارات الأخيرة للكاظمي إلى عدد من الدول العربية تأتي من أجل تعزيز العلاقات مع هذه الدول ويجب أن تكون فيها مصلحة للشعب العراقي في حقيقة العراق يلعب دور مهم بين الدول العربية والعالمية بشكل كامل زيارات وخطوات الكاظمي هي أعتقد لبدأ أياد التواصل والعلاقة بين الدول الأخرى الإمارات والسعودية وهذه هي دول عربية لكن نتمنى أن تكون هذه الخطوات هي جانب مصلحة الشعب العراقي كذلك الاتفاقيات التي تعقد يجب أن تكون من أجل مصلحة الشعب العراقي يجب إعادة النظر بالاتفاقية المصرية الأردنية وطريقة تصدير النفط للأردن استحقاقات أبناء العراق اليوم الكثير من أبناء العراق لم يجدوا فرصة عمل لديهم كيف أحضر من دولة ثانية مليون عامل داخل بلد العراق وأنا لم أوفر فرصة عمل يجب إعادة النظر بالعمال الأجنبية داخل البلد من أجل إيجاد فرص حقيقية اليوم أنا لم أدعم الفلاح باستحقاقاته وبأرضه وحتى توفير الحصة المائية لهذه الأراضي وأذهب لإحضار دول أخرى لتستثمر الأراضي الزراعية في العراق فهذه الكثير من الأمور أتمنى أن يتجه مجلس الوزراء وبالخصوص سيد رئيس الوزراء إلى تنفيذ المذكرات التفاهم مع دولة الصين لتوفير البناء التحتية وتعويلها إلى اتفاقية رسمية وهذه الأمور مهمة يجب دراستها وإعادة النظر بها أما زيارته للإمارات والسعودية وغيره هذا من أجل التواصل بين دولة أخرى